مرحبا يا زقائي. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو مهم كثير لأصحاب مكينات سينسي راوتر. أو موقع مهم لأصحاب مكينات سينسي راوتر. أو كم مصمم سينسي راوتر. فهذا الموقع بيفيدك كثير أو بيسهل عليك شغل كثير. الموقع على هذا الشكل. الموقع خاص بصنع الصناديق أو هذه الأشكال. أشكال جاهزة. انت وكل ما عليك تحدد لأبعاد البرنامج أو الموقع هو بينشأ لك الشكل. إذا نحن بدنا هذا الشكل أو أي الشكل من هذا. أو على سبيل المثال عندنا الباسيك بوكس. عندنا البوليغون بوكس. عندنا الكيرف بينت بوكس. رح ناخد عندنا الباسيك بوكس. نضغط عليه. رح يفتح نواجهة على هذا الشكل. طبعا الموقع فيه بكل اللغات. في عندك اللغة العربية في عندك الإنجليزي والألماني وإلى آخرهم. هون هون أول خيار يعطينا يقول لأ شو يقول الأبعاد شو بدكيها بالإنج أو مليمتر. لا رح أقول خليب المليمتر. هون عندنا الهيس والديبس. هون خاص بالصندوق. هون يقول له هاي الأبعاد بدكيها تكون من الداخل محسوبة أو من الخارج. الأبعاد هاي تكون لخارج الصندوق ولا من داخل الصندوق. أنا أقول لا قليلة من الخارج. هون هون سماكة الجانب سماكة المادة اللي عندك المتريال اللي عندك سماكتها على سبيل المسال هون ثلاثة مليمتر أو الى آخرهم. هون إذا انت فيك تعطيه هون كمان عطينا هون جاهز مثل ثلاثة ستة الى آخر لا انت بدك تعطيه غير قيمة بتضغط هون تجي تهون تضغط تكتب اللي بدكي. على سبيل المسال اقول واحد مليمتر او اثنين مليمتر ولا هو. تكتب وبتضيف. هون شو يقول يقول الصندوق عندك هو مغلق او مفتوح. اذا كان عندك مفتوح على هذا الشكل شايفين هون مفتوح او اذا مغلق فهو على هذا الشكل. هون هاد الخيار المهم. هاد الخيار يقول كيف بدك شكل ترابط بين الجدران. شكل ترابط بين الجدران. كيف بدك تلصقهم بعض. بدك على هذا الشكل او بدك الشكل الاصبع هون. هون شكل الاصبع هون انت بترجع تتحكم فيها. هون انت بتحدد. هون قيل لك حجم الاصبع هون. هذا بيسموه هون الاصبع. اللي من الداخلي مع بعض. يقول الحجم. انا بدي كبرها مثلا. بدي عاملها اتناعش ملي متر اولا الاخرية. كل ما بكبرها بيخف. مثلا هون انا عاطيه تمانة وعشرين. طبعا هون حسب الابعاد اللي اشخاص قد نحن عاطينا. بعدنا لدينا خيار اللي بعده يقول تيس لوت على هذا الشكل. تيس لوت. هون كمان عاطينا. هون عاطينا كم واحد بدك اياه. قدنا شي اتنين. اكتر شي هو ثلاثة. يعني كم كم سلوت بدك هون. زي رجعناها اتنين. فصار عنا هون اتنين. راح اقول لا خليها على هذا الشكل. بس هذا الشكل بديها. وراح خفف او راح كبر خليها تنقص عندي اعمل اتنين. بعد ما خلصت كل هدولي بيجي بضغط هون. هون بيجي على شغلة تاني. هون عطاني بهذا الشكل. هون عطاني بهذا الشكل. وراح يكون مكتوب هون انه اي ايش اه تابع لأي جهة هذا القطعة. انت فيك تلغيه هون. تلغيه. فيك ترجع تفعله. بعدين تيجي لهون. هون العمق القطع هون شقد انت بتحدد هون تحدد لك يا. هون. هون شغلة تانية هون عنا الزوائم. هاي الزوائل هون للشكل. اذا انت عادي تتركها هيك. هدول الاصبع اللي بدون يركبوا على بعض. تركها او بدك تعمل لك كيرف. كيرف او اا اوفسيت. يعني اوفسيت انت هون تحدد القيمة. مسلا اقول لها واحد مليمتر. او رح اعملها خمسة مليمتر مش هم تبين معنا شو المقصود من هذا الامر. شايفين? كيف صار? هون عاطينا اوفسيت. او او خلي هاد الامر. واحد. في عنا خيار البعض في عنا خيار البعض على هذا الشكل. اذا انت حابب هذه الزوايا والاصابح تعملها اا شكل داري. هون ما رح يبين معنا خلي الكبرة. شايفين كيف عمل هذه الزوايا? غيرها الزوايا. صار من زوايا لنصف قطر. رح نرجع او نقول لا خليها هيك. طبعا هون عاطينا ملف واحد تضغط عليه او بدك كزا ملف تضغط عليه. هون هون شو قلنا? قلنا ان الحفز يتم صيغتين. اي واحد يبتكيها على سبيل المسال ناخد هاي. اعطاني هذا الشكل لك شايفينه. او تاخد هاي الصيغة. فانه الفائزة للبرنامج هون. هون انت فورا بس تعطي لي بعد ما بدك رسمي لاشي بس تحدد لابعاد فورا هو بان شاء لك الشكل.